هناك قراءة نرددها على ألسنتنا حديث الثقلين بفتح الثاء هذا خطأ شائع لا يوجد في اللغة العربية هذه الصيغة أو هذه اللفظة الثقل في لغة العرب هناك ثقل وهناك ثقل وهناك ثقل أما ثقل بفتح الثاء وتسكين القاف فهذا لا يوجد في لغة العرب إنها قراءة تقع في مجموعة الأخطاء الشائعة إنني أتحدث عن أجوائنا الشيعية العلماء الطوسيون علماء النجفي وكربلاء يعانون من جهل فاضح في العربية وأسرارها وهذا واضح من خلال مؤلفاتهم ومن خلال أجوبتهم في الكتب أو على المواقع الألكترونية ومن خلال أحاديثهم ومن خلال بياناتهم التي يصدرونها وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا فهذه قراءة خاطئة تعلمناها من هؤلاء الجهال الذين يقال لهم نواب صاحب الزمان القراءة الصحيحة الأصل حديث الثقلين أما القراءة الثانية هي قراءة صحيحة حديث الثقلين من الجهة العربية صحيحة لكنها محرفة تحريف لعنوان الحديث أما هذه القراءة التي تنتشر في الأجواء الشيعية حديث الثقلين بفتح الثاء فهذا لا وجود له في لغة العرب هذا من هراء حوزة النجفي وكربلاء التي تعاني من جهل فاضح وفاضح جدا بالعربية وآدابها وأسرارها وهم يقولون من أن العربية أساس الاجتهاد عندهم فإذا كان الأساس فاسدا وباطلا فالنتيجة ستكون عندهم فاسدة وباطلة هذا بحسبهم بحسب ما هم يقولون وبحسب سفاهاتهم وتفاهاتهم لا شأن لنا بهم وحدثتكم عن شيطانة علماء السنة وكيف أنهم عبر الإحاءات الشيطانية يجعلون عوام السنة يعتقدون أن حديث الثقلين بلافظ وعترتي هو حديث شيعي رافضي ومن أن الحديث الصحيح هو وسنتي وسيأتي الكلام عن هذا الحديث عرضت بين أيديكم مجموعة من أهم مصادر المكتبة السنية بشكل سريع كي أكمل كلامي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية عرضت بين أيديكم نماذج من الكتب السنية القديمة من الكتب الأصول عندهم ما قبل البخاري ومسلم الطبقات الكبرى لمحمد ابن سعد الزهري المتوفى سنة 235 للهجرة المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 للهجرة مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة الطبقات الكبرى قرأت عليكم من الجزء الثاني المصنف قرأت عليكم من الجزء التاسع المصنف قرأت حديث الثقلين بلفظ وعترتي ثم انتقلت إلى الصحاحة الستة وعرضت بين أيديكم صحيحة مسلم المتوفى سنة 261 للهجرة وقرأت عليكم من الجزء الثالث من المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة قرأت عليكم حديث الثقلين بلافظ وعترتي وقال هو حديث صحيح الإسناد لكن البخاري لم يذكره في كتابه رغم أن شرائط البخاري قد توفرت فيه لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم وكذلك النص نفسه ما ذكره مسلم وإنما ذكر نصا آخر وعرضت بين أيديكم أحد الصحاح الستة سنن الترمذي المتوفى سنة 297 للهجرة ثم بعد ذلك عرضت بين أيديكم نموذجين من الموسوعات الحديثية المهمة في المكتبة السنية السنن الكبرى لأبي بكر البيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة ذكر الحديث الذي جاء في صحيح مسلم في الجزء الثاني وفي الجزء السابع وفي الجزء العاشر من طبعة مطبعة الفاروق القاهرة مصر وأيضا قرأت عليكم حديث الثقلين بلفظ وعترتي من كنز العمال كنز العمال موسوعة حديثية كبيرة معروفة في المكتبة السنية تجتمل على 46 ألف حديث و 616 بحسب الإحصاء والترقيم لطبعة المكتبة العلمية بيروت لبنان المتقي الهندي متوفى سنة 975 للهجرة وقد قرأت عليكم من المجلد الأول الذي يجتمل على الجزئين الأول والثاني قرأت عليكم من الجزء الأول كل المصادر المتقدمة الذكر كانت تجتمل على حديث الثقلين و بلفظ وعترتي وهذه المصادر صححت هذا الحديث وهذه المصادر من أهم مصادر الحديث في المكتبة السنية وأنا لست في مقام الاستقصاء كي آتيكم بكل الكتب السنية التي ذكرت هذا الحديث إنما جئتكم بأمثلة من كتبهم القديمة ما قبل البخاري ومسلم وجئتكم بأمثلة من صحاحهم الستة وجئتكم بأمثلة من موسوعاتهم الحديثية المعتمدة عندهم سنن البيهق مثلا هم يقولون عن البيهق من أنه لا يورد في موسوعته إلا الأحاديث الصحيحة وإذا ما أورد حديثا لا يقال له صحيح بحسب مصطلحاتهم فإنه ينبه على ذلك هذه كتبهم وموسوعاتهم المهمة في مكتبتهم نذهب إلى فاصل أذهب إلى كتب تفسيرهم فأأخذ مثالين من تفسيرهم المشهورة هذا هو التفسير الكبير والذي قد يعرف بمفاتيح الغيب للفخر الرازي المجلد الرابع الذي يشتمل على الجزئين السابع والثامن هذه طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة مصر إنه الإمام الشافعي المعروف صاحب التفسير الكبير فخر الدين الرازي المتوفى سنة ستمية وأربعة للهجرة في الجزء الثامن من المجلد الرابع في صفحة الحادية والخمسين بعد المئة وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر هذه قضية تذكرها دائما وروي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله تعالى حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي الحديث واضح ولا حاجة لتعليق هذا هو التفسير الكبير للفخر الرازي مثال آخر من كتب تفسيرهم إنني تعمت أن آتي بتفسير الفخر الرازي لشهرته هو لأن السقيفتين تعتمدان على هذا التفسير أتحدث عن سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس اللعين الفخر الفخر الرازي له طريقته في التفسير وفي الحقيقة هو هذا تفسير معتزلي فكر فكر هذا التفسير فكر اعتزالي لكن الرجل شافعي ويقول بلسانه من أنه أشعري باعتبار أن الشوافع في العقيدة أشاعرة المثال الآخر من كتب التفسير أيضا لرمز من رموز الشوافع إنه جلال الدين السيوطي المتوفى سنة تسعمية وإهدعش للهجرة الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي وهذا هو الجزء الثاني من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والستين بعد المائتين في تفسير الآية الثالثة بعد المائة بعد البسملة من سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى آخر الآية وأخرج أحمد إنه أحمد بن حنبل وأخرج أحمد أخرج أحمد هذا في المسند وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله عز وجل حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعطرتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوت هذا الدر المنثور في التفسير بالمأثور من كتب التأريخ في المكتبة السنية تأريخ اليعقوب وهو من الكتب التأريخية القديمة اليعقوب توفي في أواخر القرن الثالث للهجرة اختلفوا في تحديد السنة ولا أريد أن أدخل في تفاصيل هذا الاختلاف لكنه توفي في أواخر القرن الثالث للهجرة وفاته قطعا قبل وفات الطبر المؤرخ السني المعروف الطبر المؤرخ توفي سنة 310 للهجرة وهذا توفي في تسعينات القرن الثالث للهجرة أتحدث عن أحمد ابن أبي يعقوب والذي يعرف باليعقوب كتابه تأريخ اليعقوب هذا هو المجلد الثاني شركة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان الطبعة الأولى 2010 ميلاد إذا ما ذهبنا إلى صفحة 118 من الجزء الثاني اليعقوب يورد جانبا من خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الكوفة وجاء في هذه الخطبة أمير المؤمنين يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث يقول إني قد تركت بين أظهركم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترة أهل بيت الحديث موجود في كل جهات المكتبة السنية وانظروا إلى شيطنة هؤلاء العلماء كيف يهوحون إلى عوام السنة من أن الحديث حديث رافضي من أن الحديث حديث شيعي هذا تأريخ اليعقوب هذا الكتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة في الرد على الشيعة ألفه ابن حجر الهيثمي المتوفى سنة تسعمية وأربعة وسبعين للهجرة كتاب مشهور معروف الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة إنه يرد على الرافضة يرد على الشيعة هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المائتين وهو يتحدث عن العترة الطاهرة يتحدث عن أهل البيت فمن جملة ما يذكره من الأحاديث بخصوصهم ومن ثم صح أنه صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة كلامه واضح فإنه يصف الحديث بالصحة هكذا يقول ومن ثم صحة أنه صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة هذا مثال من الكتب التي يردون بها على الشيعة على الرافضة ولكنهم في الوقت نفسه يصححون هذا الحديث الشريف مثال من معاجم اللغة وجئتكم بأنموذجين لسان العرب لابن منظور مثال لموسوعة لغوية كبيرة بل يمكنني أن أقول لسان العرب لابن منظور الأفريقي المصري أكبر موسوعة لغوية في معاجم اللغة العربية هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان هذا المجلد الثاني الذي يشتمل على الجزء الثالث والرابع في الصفحة الثلاثين من الجزء الأول وهو يتحدث في تفاصيل مادة ثا قاف لام والتي يرد فيها ثقل 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 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بترأ تعني دينا أبتار وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر عمره إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعطرة إلى آخر ما قاله من كلام الحديث موجود في كل مكان في المكتبة السنية وابن منظور سني من علماء السنة المعروفين وهذا مثال آخر القاموس المحيط هو أهم معجم لغوي مختصر لسان العرب مثال لأهم معجم لغوي مطول وموسع كنت قاصدا في جلبي هذين الأنموذجين وإلا فالمعاجم اللغوية كثيرة لكنني جئتكم بمثال لموسوعة اللغوية ولقاموس يعد هو الأوسع والأفضل بين القواميس العربية المختصرة القاموس المحيط للفيروز عبادي إنه محمد ابن يعقوب الفيروز عبادي المتوفى سنة ثمانمية وسبعتعش للهجرة ابن منظور متوفى سنة سبعمية وإهدعاش للهجرة هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة ثمانمية وخمسة وتسعين في مادة ثاء قاف لام لما تحدث عن الثقل الثقلان الثقل ومنه الحديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي في كل مكان في المكتبة السنية هذا الحديث في قواميس اللغة الموسعة والمختصرة في كتب التاريخ في الكتب التي يردون بها وبقسوة على الشيعة والرافضة الصواعق المحرقة في كتب التفسير في الكتب التي فسرت القرآن بالحديث مثل ما جاء في الدر المنثور للسيوطي أو بالتي اعتمدت الفلسفة والكلام والمنطقة كما هو في التفسير الكبير للفخر الرازي الموسعات الحديثية مرت علينا في الحلقة الماضية مع الصحاح مع الكتب القديمة الأصول عندهم وهذا كتاب معاصر سلسلة الأحاديث الصحيحة لعالم سني سلفي سلفي جدا لعالم سني سلفي وهابي جدا إنه ناصر الدين الألباني ناصر الدين محمد الألباني توفي سنة ألف أربعمية وعشرين للهجرة في الميلاد ألف وتسعمية وتسعة وتسعين ميلاد وهذا كتابه كتاب معروف موسوعة موسوعة سلسلة الأحاديث الصحيحة جمع في هذه الموسوعة الأحاديث الصحيحة بنظر السلفيين بنظر الوهابيين بنظر الذين يعادون الشيعة جملة وتفصيلا هذا هو المجلد الرابع مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض السعودية صفحة 355 رقم الحديث 1761 هذا تسلسل الأحاديث الصحيحة إلى هذا الحد من بداية الجزء الأول وهذا هو المجلد الرابع صفحة 355 رقم الحديث 1761 يا أيها الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي حديث صحيح وبحسب علمائهم المختصين بالحديث المعاصري إنه عالم سني وهابي سلفي شديد في سلفيته ورمز وهابي شديد في وهابيته هذه القضية معروفة لا تحتاج إلى بحث ولا إلى نقاش فهو يقر ويرد على الذين يشككون في هذا الحديث ويصفهم بالجهل فعلا هم جهال لأن الحديث قد وصف بالصحة في أهم مصادره موجود في كل كتبه لا يستطيع الألباني أن يقفز على هذه الحقائق لو كان قادرا لفعل لكنه لا يستطيع أن يقفز على هذه الحقائق ومن هنا أقر بأن الحديث صحيح صحيح يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي صحيح أنه أدخل نساء النبي في العترة وأدخل عائشة في العترة هذا هو الذي يهواه ويريده لكن الحقائق ليست كذلك وسيأتينا سيأتينا الكلام هذا تحريف معنوي من جملة أنواع التحريف الذي تعرض له حديث الثقلين الصحيح بحسب الألباني نفسه فماذا يقول القائلون بعد كل هذا بعد كل هذه المصادر الواضحة والصريحة والجلية هل هذا الحديث حديث الرافضي هل هذا الحديث حديث شعي شعي ماذا ستقولون يا علماء السنة لرسول الله صلى الله عليه وآله حين يوقفكم يوم القيامة ويقول لكم أنتم تعرفون أن الحديث صحيح لماذا توهمون عوام السنة من أن الحديث حديث شيعي رافضي وبهذه الطريقة تدفعونهم إلى الحديث المكذوب على رسول الله الذي فيه وسنة بدلا من وعترة ماذا تقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله حينما يسألكم هذا السؤال أنا لا شأن لي بصغار المعممين من السنة لأنهم حمير كصغار المعممين من الشيعة لا شأن لي بها ولا أنا أتحدث عن كبار علماء السنة الذين يعرفون هذه الحقيقة من أن حديث الثقلين بلفظ وعترة حديث صحيح ومن أن حديث الثقلين بلفظ وسنة ما هو بحديث صحيح هذا حديث مكذوب ولن أتحدث عن الأسانيد وعن قذارات علم الرجال حينما أصل إلى هذا الحديث سأثبت لكم هذا وبقاطعية واضحة من أنه حديث مكذوب بحسب آيات الكتاب الكريم بحسب آيات الكتاب الكريم نذهب إلى فاصل حديث الثقلين حديث منتشر في المكتبة السنية وفي المكتبة الشيعية لا أريد أن أعرض بين أيديكم الكثير من المصادر الشيعية لأن الأمر واضح ومعروف الحديث حديث الثقلين في الثقافة الشيعية من البديهيات ولذا فإنني لست بحاجة إلى إراد العدد الكبير من المصادر لكنني سأضرب لكم أمثلة كي يكون البحث متكاملا مثلما ذكرت أمثلة من المكتبة السنية فلابد أن أذكر أمثلة من المكتبة الشيعية هذا أقدم كتاب في المكتبة الشيعية إنه كتاب سليم بن قيس من مصادر حديث الثقلين سليم بن قيس توفي في السنة السادسة والسبعين من الهجرة في القرن الأول هذا هو الجزء الثاني من طبعة كتاب سليم بن قيس بتحقيق محمد باقر الأنصاري الطبعة الثانية ألف أربعمية وستعاش هجري قمري مؤسسة نشر الهادي قم المقدسة الجزء الثاني هو الذي يشتمل على نص كتاب سليم بن قيس أما الأول والثالث بحسب هذه الطبعة فتلك أمور ترتبط بالتحقيق والفهارس هناك حديث طويل مفصل من وقائع صفيين كلام وحديث لأمير المؤمنين في جمع أصحابه بعد مراسلات فيما بينه وبين معاوية أحداث صفين بتفاصيلها المعقدة سأقرأ جانبا من الكلام صفحة 763 قال علي عليه السلام يخاطب الذين حضروا مجلسه أنشدكم الله وكان في الحضار من البدريين من الذين كانوا في واقعة بدر ومن المهاجرين ومن الأنصار أنشدكم الله يخاطب هؤلاء الذين عاصروا رسول الله وعاشوا أيامه أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا ولم يخطب بعدها ما معنى هذا قام خطيبا ولم يخطب بعدها النبي خطب آخر خطبة له أتعلمون متى في آخر يوم من حياته بعد واقعة رزية الخميس وبعد أن رتبت عائشة لأبيها أن يصلي بالناس وحينما علم رسول الله بأن أبا بكر أخذ يصلي بالناس خرج مع شدة مرضه ونحى أبا بكر عن الصلاة وصل وخطب وخطب في الناس هذه آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عنها أمير المؤمنين أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام خطيبا ولم يخطب بعدها لأنه استشهد وقال قال في آخر خطبة يا أيها الناس يا أيها الناس إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعطرة أهل بيتي فإنه قد عهد إلي اللطيف الخبير أنهما لن يفترق حتى يردى علي الحوض فقالوا من الذين قالوا الصحابة الذين سمعوا هذا من رسول الله في آخر خطبة للنبي الأعظم فقالوا اللهم نعم قد قد شهدنا ذلك كله من رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أمير المؤمنين حسبي الله فقام الاثنى الاثنى عشر من الجماعة البدريين فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين خطب في اليوم الذي قبض فيه قام عمر بن الخطاب شبه المغضب كان موجودا بعد أن فعل ما فعل في بيت النبي في رزية الخميس فلما سمع النبي يقول هذا الكلام قام عمر بن الخطاب شبه المغضب لكنه لا يستطيع أن يظهر غضبه بين يدي رسول الله وفي وسط المسلمين فقال يا رسول الله أكل أهل بيتك هذا الكلام يتعلق بكل أهل بيتك أكل أهل بيتك فقال لا النبي قال لا ولكن أوصياء هذا هو الذي أراد النبي أن يكتبه في الكتاب العاصم إلا أن النبي بينه الآن له وبشكل صريح فقال لا ولكن أوصيائي أخي منهم مشير إلى أمير المؤمنين أخي منهم ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي وأحد عشر من ولده هذا أولهم وخيرهم يشير إلى أمير المؤمنين ثم ابناي هذان وأشار بيده إلى الحسن والحسين ثم وصي ابني يسمى باسم أخي علي يشير إلى الإمام السجاد وهو ابن الحسين ثم وصي علي وهو ولده واسمه محمد إنه محمد الباقر ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم محمد ابن الحسن مهدي الأمة اسمه كاسمي وطينته كطينتي يأمر بأمري وينهى بنهي يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يتلو بعضهم بعضا واحدا بعد واحد حتى يرد علي الحوت شهداء الله في أرضه وحججه على خلقه من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله فقام باقي السبعين فقام باقي المطبوع هنا السبعون البدريون لأن لفظة باقي وردت في بعض النسخ هذه النسخة في نصها الأصل فقام السبعون البدريون وأضيفت لفظة باقي بين معقوفتين فإذا أردنا أن نقرأها فلا بد أن نجري قواعد الإضافة فقام باقي السبعين البدريين وإذا لم نقرأ لفظة باقي لأنها ليست من أصل هذه النسخة فقام السبعون البدريون ومثلهم من الآخرين فقالوا ذكرتنا ما كنا نسينا نشهد أن قد سمعنا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله كل هذا يرتبط بحديث الثقلين الكلام واضح قبل هذا الكلام هناك تفاصيل وبعد هذا الكلام هناك تفاصيل المقام مقام إجاز لكن هذا يخبرنا عن اهتمام رسول الله بالحديث عن الثقلين وكيف أنه إلى آخر لحظة من لحظات حياته يصر على هذا المعنى فانظروا إلى السقيفة بني ساعدة وماذا فعلت وماذا ارتكبت لا تقولوا يا شباب السنة هذا كتاب شيعي هذا كتاب يتحدث عن رسول الله وهذه كتب السنة تتحدث عن رسول الله ابحث عن الحقيقة بعيدا عن أن الكتاب سني أو أن الكتاب شيعي ابحث عن الحقيقة هذه معالم الحقيقة واضحة وواضحة جدا هذا ما جاء في كتاب سليم ابن قيس وهو أقدم كتاب عندنا في المكتبة الشيعية وأقدم من كل الكتب السنية التي قرأت ما قرأت عليكم منها في حلقة يوم أمس أو في هذه الحلقة فسليم هذا توفي في السنة السادسة والسبعين للهجرة من القرن الهجري الأول وهذا الكافي وهو أهم كتاب في المكتبة الشيعية الطبعة طبعة دار الأسوة طهران طهران إيران هذا هو الجزء الأول الكافي للكليني لمحمد ابن يعقوب الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة أي في زمان الغيبة الأولى قبل انتهاء الغيبة الأولى صفحة 317 الباب الذي عنوانه ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا الحديث الأول وهو حديث طويل بسنده بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن الآية أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم إمامنا الصادق يقول ونزلت هذه الآية في علي والحسن والحسين هؤلاء هؤلاء هم أولو الأمر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في علي من كنت مولاه فعلي مولاه وقال أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله عز وجل ألا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوط فأعطاني ذلك وقال صلى الله عليه وآله وقال لا تعلموهم فهم أعلموا منكم وقال إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولي يدخلوكم في باب ضلالة إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الطويل المفصل حديث الثقلين يواجهنا في كل جهة من جهات المكتبة الدينية السنية وفي كل جهة من جهات المكتبة الدينية الشيعية كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة هذا الكتاب بحسب اعتقاد الصدوق وأنا أتحدث عن قناعتي أنا أصدقه أصدق الصدوق رضوان الله تعالى عليه من أنه ألف الكتاب بأمر من إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو يقول في مقدمة الكتاب من أنه رأى الإمام الحجة في منامه وأمره أن يؤلف كتابا في شؤون الغيبة فكان هذا الكتاب فاستجاب الصدوق وألف هذا الكتاب المهم جدا في صفحة في صفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الرابع والستون بسنده بسند الصدوق بسند الصدوق عن محمد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي إنه الباقر عن أبيه علي بن الحسين إنه السجاد عن أبيه الحسين بن علي صلوات الله عليه قال سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من العترة سؤال وجه لأمير المؤمن والذي يحدثنا سيد الشهداء والذي نقل الحديث عن سيد الشهداء السجاد والذي نقل عن السجاد الباقر والذي نقل عن الباقر الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سئل أمير المؤمنين عن معنى قول رسول الله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من العترة من العترة فقال أمير المؤمنين أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله حوضة حديث واضح معالم الدقة ومعالم الصحة ومعالم الفصاحة ومعالم المنطق العلوي واضحة في كل حرف من حروفه أنصت بقلوبكم لهذه الكلمات سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من العترة من العترة يا أمير المؤمنين فقال أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله حوضة هذه نماذج مما جاء في هذه الكتب التي اخترتها نماذج من المكتبة الشعية وسائل الشيعة من موسوعاتنا الشيعية الحديثية المهمة للحر العاملي لمحمد ابن الحسن الذي ينسب إلى الحر إلى الحر الشهيد مع سيد الشهداء يعرف بالحر العاملي هذا اسم جده إنه الحر الذي قتل مع الحسين صاحب الوسائل هو محمد ابن الحسن الذي يعرف بالحر العاملي نسبة إلى جده الحر الشهيد الحر العاملي صاحب الوسائل متوفى سنة ألف مية وأربعة هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة هذا هو الجزء السابع والعشرون في الصفحة الثالثة والثلاثين رقم الحديث رقم الحديث ثلاثة وثلاثين ألف أمية وأربعة وأربعين من أهم موسوعاتنا الحديثية التي تشتمل على الأحاديث الفتوائية على الأحاديث الشرعية التي تتناول أحكام العبادات والطقوس والمعاملات الحر العاملي هكذا يقول أقول وقد تواتر بين العامة والخاصة العامة هم السنة والخاصة هم الشيعة مصطلحات معروفة في الكتب الشيعية وقد تواتر بين العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوت الكلام دقيق جدا مثل ما قال الحر العاملي وقد تواتر بين العامة والخاصة وهذا واضح من المصادر التي ذكرتها لكم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة وأنا هنا لا أريد الحديث عن التواتر بالمعنى الإصطلاحي الذي يثبته علماء الحديث من السقيفتين إذ لا حقيقة لمثل هذا الكلام وإنما أقبل هذا المضمون من أن الحديث منتشر معروف في الأجيال السابقة وفي الأجيال الحاضرة المكتبة السنية أتحدث عن المكتبة الدينية الكتب فيها مشحونة في مختلف جهاتها بهذا الحديث نفسه أو بالأحاديث التي تحمل مضمونه ومعناه والأمر هو هو في المكتبة الشيعية بل إن الأمر في المكتبة الشيعية هو بنحو أوسع وبتأكيد أشد وقد تواتر بين العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعطرتي أهل بيتي وأنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوق هناك كتب متخصصة بهذا الموضوع موسوعة كتبت باللغة الفارسية عنوانها عبقات الأنوار ترجمت بعض أجزائها إلى العربية ولخصت واختصرت في كتب باللغة العربية أيضاً عبقات الأنوار لأحد علماء الهند المعروف بمير حامد حسين الهندي إحقاق الحق مع الملحقات إحقاق الحق للقاضي نور الله المرعشي والملحقات لشهاب الدين المرعشي النجفي موسوعة حديثية كبيرة هذه الموسوعة في العديد من أجزائها هناك جمع وحشد لحديث الثقلين من كتب السنة كتب كثيرة في المكتبة الشيعية تارة تكون مفصلة وأخرى تكون مختصرة موجزة اجتملت على حديث الثقلين مرة من المصادر السنية وأخرى من المصادر الشيعية هذا الكتاب الذي بين يدي على سبيل المثال غاية المرام وحجة الخصام لهاشم البحراني لصاحب تفسير البرهان وبالمناسبة في الجزء الأول من تفسير البرهان في مقدمات التفسير هناك باب حشد فيه عددا وفيرا من نصوص حديث الثقلين من كتب السنة ومن كتب الشيعة إلا أنه أفرد في هذا الكتاب بابين مفصلين أورد فيهما نصوص حديث الثقلين من السنة ومن الشيعة غاية المرام وحجة الخصام لهاشم البحراني المتوفى سنة ألف مية وسبعة للهجرة هناك قول من أنه توفي سنة ألف مية وتسعة للهجرة ليس هناك من فارق كبير المتوفى سنة ألف مية وسبعة للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي الجزء الثاني من غاية المرام لهاشم البحراني صفحة ثلاثمية وأربعة الباب الثامن والعشرون في نص رسول الله على وجوب التمسك بالثقلين من طريق العام من طريق السنة وفيه تسعة وثلاثون حديثا فهنا أورد تسعة وثلاثين حديثا من كتب السنة في هذا الباب وهو الباب الثامن والعشرون من صفحة ثلاثمية وأربعة إلى صفحة ثلاثمية وعشرين يأتي بعده مباشرة الباب التاسع والعشرون في نص رسول الله صلى الله عليه وآله على وجوب التمسك بالثقلين من طريق الخاصة من طريق الشيعة وفيه اثنان وثمانون حديثا يبدأ الباب من صفحة ثلاثمية وواحد وعشرين إلى نهاية هذا الجزء صفحة ثلاثمية وسبعة وستين فأورد في هذا الباب اثنين وثمانين حديثان من أهم مصادري وكتبي المكتبة الشيعية من جملتها ما ذكرته لكم من كتاب سليم بن قيس مثلا من كتاب الكافي من كمال الدين وتمام النعمة هو لم ينقل عن صاحب الوسائل مثلا لأنه كان معاصرا له وإنما نقل عن المصادر القديمة غاية المرام وحجة الخصام لهاشمي البحراني أكتفي بهذه النماذج وإلا فإن الكتب كثيرة وكثيرة جدا في المكتبة الشيعية صار واضحا عندنا صار واضحا عندنا وأهل العلم يعرفون بهذه القضية من أن حديث الثقلين منتشر في جميع جهات المكتبة الدينية السنية ومنتشر في جميع جهات المكتبة الدينية الشيعية نذهب إلى فاصل اللهم اني يسال و جب اسمك يا ربنا يا الهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حفظنا يا دلیلنا يا معيننا يا حبیبنا يا طبیبنا يا حفظنا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المسلمون الكذابون المفترون تحريفات ألحقوها بحديث الثقلين التحريف الأول بخصوص عنوان الحديث مر الكلام فيه التحريف الثاني فيما يرتبط بالإحاءات الشيطانية وبالإهامات الإبليسية وبالتضليل السقفي الذي يقوم به علماء السنة في تضليل عوام السنة من أن الحديث رافضيون شيعيون وأعتقد ما تقدم من بيانات ومن حجج يكفي في إزالة هذا الزيف وفي بيان هذا الحيف إنه حيف ظلم ألحقوه بأتباعهم وألحقوه بالعلم والحقيقة وألحقوه بحديث رسول الله أما الظلم الأكبر فهو ظلمهم لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التحريف الثالث من تحريفات سقيفة بني ساعدة التحريف الثالث أعادوا صياغة الحديث بطريقة أخرى إنني أقرأ عليكم من أقدم كتبهم هذا تحريف قديم إنني أقرأ عليكم من كتاب المصنف لأبي بكر ابن أبي شيبة المتوفى سنة ميتين وخمسة وثلاثين للهجرة كتاب قديم قبل البخاري ومسلم هذا هو المجلد التاسع من طبعة دار الحديث القاهرة مصر صفحة مية وعشرة إنه الباب السابع والعشرون في الوصية بالقرآن وقراءته رقم الحديث ثلاثين ألف سبعمية بسنده بسند ابن أبي شيبة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تذكروا تعني دينا أبتر هؤلاء دينهم أبتر العلامة الصلاة البتراء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله صلاة بتراء وحديث ثقلين أبتر هل قال النبي هذا يا علماء السنة هذه كتبكم القديمة هل قال النبي هذا عدوا إلى وجدانكم هل قال النبي هذا بحسب كتبكم النبي هكذا قال تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ما هو كتاب الله يكذبكم كتاب الله يكذبكم في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هناك آيات محكمة وهناك آيات متشابهة كيف الخلاص من هذا هل نعتصم بكتاب الله بكتاب الله لوحده ونستطيع أن نتواصل مع كتاب الله كي يكون هاديا لنا القرآن واضح القرآن فيه آيات محكمة وفيه آيات متشابهة كيف نستطيع أن نعتصم به من دون دليل من قبل الله ومن قبل رسول الله تركت تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله سنعتصم به بجهلنا وماذا سننتفع منه حينئذ أين الهداية أين ثمرة الاعتصام هل انتفع عمر بن الخطاب من اعتصامه مثلا بالقرآن وهو لا يعرف حكم التيمم لا يعرف أحكام الصلاة ماذا انتفع عمر بن الخطاب من القرآن وهو لا يعرف حكم التيمم وقد قرأت ذلك عليكم من صحاحهم لا أريد أن أعيد الكلام تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وفقا لأي تفسير وفقا لأي بيان هذا الكتاب يحتاج إلى مفسر يحتاج إلى العترة المفسرة لاحظوا الغباء والقباحة في الوقت نفسه رقم الحديث ثلاثين ألف سبعمية وأربعة صفحة مية ودعش لا زلت أقرأ عليكم من المجلد التاسع من المصنف لابن أبي شيبة من أقدم كتبهم بسنده بسند ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نقطة انتهينا انتهى الحديث أين الثقل الآخر أين بقية الحديث صلاة بتراء يعني دينا أبتار حديث أبتار يعني عقيدة بتراء هذا هو دين سقيفة بني ساعد هذه كتبهم ومصادرهم القديمة هذه كتبهم القديمة التحريف بدأ منذ أول لحظة من لحظات انعقاد اجتماعهم في تلك السقيفة المشؤومة الملعونة هذه النتائج هذه النتائج تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله حديث أبتار وصلاة بتراء دين أبتار هؤلاء هم الأبتريون هؤلاء هم الأباتر إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وينتهي الباب وينتهي الباب إذا ما ذهبنا إلى الصفحة القادمة فإننا سنبدأ بباب جديد هذا الأمر موجود في كل كتبه هذا التحريف وهذا التقطيع وهذا التبتير بالضبط مثلما كلما ذكروا النبي صلوا عليه الصلاة البتراء إنهم بتروا الأحاديث وبتروا الحقائق وبتروا الدين هذه هي حقائق دين سقيفة بني ساعدة والأمر في سقيفة بني طوس ألعنوا وألعنوا وألعن كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المجلد الأول الذي يشتمل على الجزئين الأول والثاني كنز العمال ل المتقي الهندي المتوفى سنة تسعمية وخمسة وسبعين للهجرة وهذه طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان صفحة 101 رقم الحديث 884 أبشروا أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا تحريف لحديث الثقلين أبشروا فإن هذا القرآن طرفه طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا مثال آخر من أحاديثهم صفحة 108 رقم الحديث تسعمية وخمسة وخمسين يا أيها الناس إنه لم يبعث نبي قط إلا عاش نصف ما عاش الذي قبله وإني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله هذا الإفتراء وهذا التحريف وهذا التزيف منتشر في كتبه منتشر في مكتبته هل أحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك كي أثبت لكم من أن هذه الأحاديث قد عبث بها هذه أحاديث مكذوبة على رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وآله تحدث عن ثقلين تحدث عن كتاب وعن عترة طاهرة هذا هو الذي كان وهذه هي الحقيقة الواضحة أما هذه الأحاديث فهذه أكاذيب هذه أكاذيب واضحة نذهب إلى فاصل التحريف الرابع من تحريفات سقيفة بني ساعدة حذفوا وعترتي ووضعوا محلها وسنتي كتاب الله وسنتي أقرأ عليكم بعض هذه الأحاديث لازلت أقرأ من كنز العمال للمتقي الهندي من المجلد الأول من الجزء الأول في الصفحة المئة رقم الحديث اثمانمية واحد وسبعين خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد على الحوط رقم الحديث اثمانمية واثنين وسبعين من الصفحة نفسها تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد على الحوط بحسب الطبعة حتى يرد على الحوط ولكن في كتب أخرى حتى يرد علي الحوط صفحة مية وستة رقم الحديث تسعمية وأربعة وأربعين أني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوط وهذا وهذا عن أبي هريرة حديث معروف إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوط صفحة مية وسبعة رقم الحديث تسعمية وخمسين عن ابن عباس يا أيها الناس إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه فالصفحة نفسها مية وسبعة رقم الحديث تسعمية وواحد وخمسين كتاب الله وسنتي لن يتفرق حتى يرد علي الحوط ومثل هذا يتردد في سائر كتبهم الحديثية بعيدا عن شيعة أو سنة بعيدا عن سقيفة بني ساعدة وعن سقيفة بني طوسي هذه الأحاديث التي تشتمل على ذكر الكتاب والسنة تتعارض مع القرآن بدرجة مئة بالمئة سأبين لكم ذلك في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة النحل جاء فيها والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بيان النبي هو سنة النبي هناك الكتاب هو هذا الذكر وأنزلنا إليك الذكر هذا الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم هذه سنة النبي فهذا الكتاب وهذه السنة فسنة النبي بيان القرآن هذا البيان تارة يكون لفظيا قوليا تارة يكون عمليا فعليا وهكذا بيان القرآن من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فهذا الكتاب وهذه السنة هذا كتاب محمد وهذه سنة محمد صلى الله عليه وآله المضمون نفسه يأتي في الآية الرابعة والستين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فهذا الكتاب وهذه السنة وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الآية واضحة تتحدث عن كتاب وعن بيان لرفع الاختلاف يأتينا سؤال يأتينا سؤال بخصوص الآية التاسعة والثمانين بعد البسملة من السورة نفسها من سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين القرآن هو الذي يقول من أنه تبيان لكل شيء سنة النبي هل بيّنت كل شيء جاء في القرآن هل يستطيع أحد أن يدعي هذا من السنة أو من غيره النبي بيّن كل شيء لما كان يحتاجه المسلمون لكنه ما بيّن كل شيء في القرآن القرآن يتحدث عن تبيان لكل شيء فيما يرتبط بالتكوين أو التشريع ونزلنا ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء حتى لو كان في التشريع فقط حتى لو كان في التشريع فقط وإن كان الكتاب يتحدث عن التكوين والتشريع معه ولكن لندع التكوين جانبا ولنقل من أن القرآن كتاب تشريعي فهذا الكتاب التشريعي هو الذي يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيان لكل شيء الذي يرتبط بالأجيال القادمة بأجيال المستقبل هل بيّنه النبي لم يبين النبي ذلك ستبقى الأجيال بحاجة لهذا الكتاب وبحاجة لبيان خاص لهذا الكتاب فمثلما أنزل الله الكتاب وجعل معه المبين المبين رسول الله من بعد رسول الله من هو المبين من هو المبين القرآن واضح يتحدث عن أنه تبيان لكل شيء من هو المبين من بعد رسول الله من هو المبين في زماننا وفي وفي الأزمنة القادمة بحسب العقيدة الشيعية المبين هو إمام زماننا أين بيانه يصل إلى خاصة أوليائه مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الطافة الإمام الحجة تصل إلى أوليائه المخلصين وهو يوصل حقائق التفسير حيث تلقى في مسامعهم في مسامع أوليائه المخلصين وكؤوس الحكمة المهدوية تصل إليهم صباحا ومساء لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع أعود إلى الآيات التي أنا بصددها ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هذه حقيقة وحقيقة أيضا أن رسول الله ما بيّن كل شيء جاء في القرآن وإنما بيّن كل شيء لما كان المسلمون يحتاجونه ما يرتبط بالأجيال القادمة لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وآله ولذا متى ارتضى الله الإسلام بعد بيعة الغدير لأن بيعة الغدير مضمونها ما هو أن المفسر الإلهي للقرآن قد شخص وقد بايعه المسلمون وهذا هو مضمون بيعة الغدير من أهم مواثيقها أن لا نأخذ التفسير إلا من علي وآل علي من الأئمة المعصومة وبغض النظر عن هذه النقطة وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اختَلَفُوا فِي إذن هناك كتاب وهناك سنة وهناك اختلاف هناك اختلاف هذا الاختلاف لا يستطيع المختلفون أن يتخلصوا منه من دون وجود مفسر إلهي يرفع لهم هذا الاختلاف وهذا هو الذي جاء في سورة النساء في الآية الثانية والثمانين بعد البسملة من سورة النساء وما بعدها أفلا يتدبرون القرآن الخطاب مع من مع الصحابة في زمان النبي ومع سائر الناس في كل الأزمنة أفلا يتدبرون القرآن الصحابة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا الاختلاف الذي يتصورونه هذا من أوهامهم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الذين يرفعون الاختلاف هؤلائهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه يستنبطون القرآن يستنبطون الحقائق من القرآن وعملية الاستنباط ما هي بعملية سهلة عملية الاستنباط تحتاج في اللغة إلى سعي إلى جهد هذا يعني أن غيرهم لا يستطيع ذلك هذا أمر خاص بهم خاص بالرسول وأولي الأمر ولذا في السورة نفسها في الآية التاسعة والخمسين بعد البسملة إنها سورة النساء يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب لمن للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الله عنوان يختلف عن الذين آمنوا الرسول أولو كذلك هو من الذين آمنوا ولكنه عنوان مختلف أولو الأمر من الذين آمنوا ولكنهم عنوان مختلف لهم خصوصية هذه الخصوصية جعلتهم في صف الله في صف رسول الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأولي الأمر ليس كعامة المؤمنين عامة المؤمنين يقع الاختلاف فيما بينهم أما أولي الأمر قادرون على رفع هذا الاختلاف لأن الاختلاف لا يقع بينهم لماذا بسبب علمهم بقرآنهم فلا يمكن أن النبي يرجع الأمة إلى كتاب لم يكن قد بين حقائقه بالكامل وإنما بين للمسلمين ما يحتاجون منه في ذلك الوقت وبحسب المدارات بحسب المدارات بحسب المستوى العقلي والفكري والثقافي للمجتمع الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف يرجع البشرية يرجع الناس الناس في الأجيال القادمة إلى كتاب لم يكشف لهم عن كل حقائقه وكشف ما كشف من حقائقه بحسب المجتمع الذي عاش فيه ما يتحدث به غير الإسلاميين من أن السنة النبوية هم يتحدثون عن السنة النبوية السنية وعندنا في الشيعة ما يماثلهم من أن السنة تأريخية تناسب ذلك الزمان هذا الكلام لا يخلو من وجه في بعض جهاته لا أقول من أن كل كلامهم صحيح لكنه لا يخلو من وجه في بعض جهاته فلا يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله يرجع الخلق إلى يوم القيامة إلى بيان محدود من حقائق الكتاب إذن لماذا أنزله الله لماذا أنزله الله إذا كان بيان بعض حقائقه كافيا ويبقى حكما ثابتا على الناس إلى يوم القيامة إذن لماذا أنزل الله كتابا فيه الكثير من الحقائق التي لن ينتفع الناس منها يصبح الأمر سفاهة يصبح الأمر لغوا لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله يرجع الناس إلى الكتاب والسنة لابد من إرجاع الناس إلى الكتاب وإلى جهة هذه الجهة محيطة بسنة النبي ومحيطة بحقائق القرآن لقادم الأيام وهل هناك من أحد يكون محيطا بالكتاب ومحيطا بالسنة التي كانت تناسب زمان التنزيل هذا هو الذي أقوله دائما من أن مرحلة التنزيل نسختها مرحلة التأويل مرحلة التأويل بدأت من بيعة الغدير ولذا فإن الدين اكتمل لم يكتمل من جهة النصوص ولم يكتمل من جهة شرح النصوص إنما الدين اكتمل من جهة منظومة مصادر الدين ولذا فإن أتباع السقيفة بن ساعدة اضطروا إلى الكذب اضطروا إلى الكذب في كثير من الأحيان فكذبوا على رسول الله كثيرا كذبوا في التشريع وكذبوا في التفسير وكذبوا في كل شيء لأن نصوص السنة المحمدية ما كانت تكفي المسلمين بعد وفاة رسول الله حينما انتشر المسلمون في بقاع الأرض واختلطوا بحضارات أخرى في ذلك الزمان القديم فاحتاجوا إلى الكذب ولذا فقد كذبوا وكذبوا وكذبوا صحيح البخاري هذا الذي يقولون عنه من أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عدد أحاديثه لا يصل إلى الثلاثة آلاف حديث أقل من ثلاثة آلاف حديث إذا وجدتم ترقيم الأحاديث في طبعات البخاري أكثر من سبعة آلاف حديث لأن الأحاديث تتكرر وإلا فعدد أحاديثه الأصلية لا يتجاوز الثلاثة آلاف دون الثلاثة آلاف دون الثلاثة آلاف وهو يقول ومعروف هذا القول في الأوساط السنية من أنه استخرج هذه الأحاديث من ستمائة آلاف حديث ومع ذلك البخاري مشعون بالأكاذيب والترهات إذن ماذا يوجد في تلك الأحاديث كهذه الأحاديث المكذوبة التي أقرأها عليكم وعلائم الكذب فيها واضحة جدا لا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أرجع الناس إلى الكتاب والسنة هذا يتعارض مع آيات الكتاب الكريم كمول الدين بوجود المنظومة التي تكون سببا في تكميل الدين بنحو تدريجي ارتضى الله الإسلام دينا لأن بيعة الغدير اجتملت على تحديد الأوصياء من بعد رسول الله التركيز كان على أمير المؤمنين لأن الواقع العملية يقتضي أن يكون التركيز على الوصي المباشر لرسول الله فإذا ما ثبت الأمر لأمير المؤمنين سيثبت الأمر للأوصياء الباقي ومع ذلك فإن النبي أخذ البيعة على إمامته وأخذ البيعة على ولايته على ولاية الأئمة المعصومين بحسب ما عندنا في مواثيق بيعة الغدير هذا هو القرآن القرآن أرجع الناس إلى القرآن نفسه ببيان من رسول الله بحسب حاجة الناس في وقت رسول الله وإلى أولي الأمر الذين هم جهة إلهية ربانية وليس من أولئك الذين لا يعرفون حكم التيمم ولا يعرفون حكم الصلاة من أمثال عمر وغير عمر وإنما إلى أولي الأمر الذين جاء ذكرهم في سورة آل عمران في الآية السابعة بعد البسملة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ومر الكلام عن هذه الآية في حلقات سابقة لا أريد أن أعيد الكلام فهذه الأحاديث من أن النبي أرجع الأمة إلى الكتاب والسنة أحاديث مكذوبة تعارض القرآن بنحو صريح وواضح وقطعي الوقت يجري سريعا ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه النقطة لأنني أعتقد أنها صارت واضحة وجلية وبينة نذهب إلى فاصل في السياق نفسه في صفحة المئة من المصدر نفسه كنز العمال للمتق الهندي في الجزء الأول من المجلد الأول رقم الحديث 870 أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة النبي يوصي بالسمع والطاعة لمن يكون أميرا على الناس وهذا هو الضلال بعينه القرآن أمرنا بأن نطيع أولي الأمر ومن خلاله البيان القرآني فإن أولي الأمر ما هم من عامة المؤمنين إنهم جهة خاصة إنهم عالمون بحقائق القرآن وهذا لا يتوفر في عامة المؤمنين ولكن بحسب هذا الحديث أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي وإن أمر عليكم أو وإن أمر عليكم بحسب ما هو مطبوع وإن أمر والقراءة الصحيحة وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين هذا الكلام موجود في الأحاديث الصحيحة لكنهم يأخذون هذا الحديث باتجاه خلفاء السقيفة بني ساعد وإلا فإن الخلفاء المهديين الراشدين لرسول الله هم خلفاء العترة هم علي وآل علي هم أولو الأمر هؤلاء هم الخلفاء المهديون الراشدون الحقيقيون نحن والحديث فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا وعضوا عليها بالنواجذ النواجذ الأسنان وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بحسب ما يقولون فإن النبي قد أوصى بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء المهديين الراشدين لماذا لم يتمسك عمر بسنة أبي بكر في قضية الخلافة فأبو بكر كتب كتابا وعين عمر لماذا لم يتمسك بسنة أبي بكر ويعين خليفة من بعده بطريقة أبي بكر ولماذا لم يلتزم أبو بكر بطريقة الشورى إذا كانوا يدعون من أن النبي هو الذي أوصى بها ولماذا لم يتمسك عمر بشورى أيضا التي أنتجت لنا خلافة أبي بكر وجاءنا بشورى مسخ ما هي بشورى عملية شيطانية لأجل أن يحاصر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهل سنة عثمان في أن سلط الأمويين على المسلمين وجعل الحكم بيد صحره مروان هذا الذي كان معروفا بعدائه لرسول الله وهو وأبوه طرد من المدينة رسول الله طرد أباه وطرده ويعرف مروان بطريد رسول الله سلطه على المسلمين سلط هذا الفاجر الغادر الخبيث وفعل ما فعل أي سنة نتمسك بها إذا كان النبي هكذا قال فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين هم يقصدون بهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي يأتي تباعا ولا يعبؤون لعليا كثيرا ويركزون دائما على سنة أبي بكر وعمر ولذا في الشورى العمرية اشترطوا على أمير المؤمنين أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر بسنة أبي بكر وعمر كي يكون خليفة ورفض أمير المؤمنين ذلك لماذا رفض أمير المؤمنين ذلك لأنه يرى أن أبا بكر وأن عمر بن الخطاب خالف في سنتهما سنة رسول الله بنحو تعمدي وهذا ما بيّنه لأهل بيته وأصحابه وأوليائه وشيعته وقد قرأت ذلك عليكم من الكافي الشريف مر علينا في الحلقات المتقدمة الرسالة التي بعث بها معاوية إلى محمد بن أبي بكر جواباً على رسالة محمد بن أبي بكر وقد قرأت ذلك عليكم في الحلقات الماضية لن أعيد القراءة الكاملة للمراسلة فيما بين محمد بن أبي بكر ومعاوية هذه المراسلات وبالتحديد هذه المراسلة هي التي يقول عنها المؤرخ الطبري إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث من تعريخ الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة 876 بعد أن يذكر سنده يذكر مصادره الطبري وحدثني يزيد ابن ضبيان الهمداني أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان لما ولي لما صار واليا في مصر أمير المؤمنين جعله واليا على مصر جعل محمد ابن أبي بكر واليا على مصر وحدثني وحدثني يزيد ابن ضبيان الهمداني أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى معاويته ابن أبي سفيان لما ولي فذكر مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها الطبري لم يذكرها كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العام لا يريد للناس أن يسمعوا الحقيقة أنت مؤرخ أنت لست مسؤولا عن الناس ولكنه ناصبي ناصبي خبيث هذه هي الحقيقة المسعودي هو الآخر ناصبي أيضا هو سني أيضا لكنه مؤرخ مؤرخ محترف مروج الذهب للمؤرخ المسعودي وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الفكر للطباعة والنشر في الصفحة العشرين وما بعدها أهمية هذا الكلام أن محمد ابن أبي بكر هو جزء جزء من ذلك الواقع وأن معاوية ابن أبي سفيان هو جزء من ذلك الواقع والإثنان مطلعان على تفاصيل الأمور ماذا يقول معاوية في جوابه لمحمد ابن أبي بكر في صفحة الثانية والعشرين فقد كنا معاوية يقول لمحمد ابن أبي بكر فقد كنا وأبوك فينا هذا أيام رسول الله فقد كنا وأبوك فينا نعرف نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا هذا أيام رسول الله فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده إلى أن يقول فكان أبوك وفاروقه يعني عمر فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه أول من ابتز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حقه وخالفه على أمره على ذلك اتفق واتسق أبو بكر وعمر ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلك عليهما فهم به الهموم وأراد به العظيم إلى أن يقول في آخر الرسالة أبوك يخاطب محمد بن أبي بكر أبوك مهد مهادة هذا الأمر أبوك هو الذي مهد مهادة أبوك مهد مهادة وبنى لملكه وسادة فإن يكما نحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب فهل هذه السنة التي يريد رسول الله من المسلمين أن يعمل بها بسنة أبي باكر ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه ولكن رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله هذه حقائق كلام محمد بن أبي بكر وكلام معاوية ابن أبي سفيان حقائق لأن الاثنين على الطلاع على التفاصيل هذه الوثائق يجب على كل طالب حقيقة يجب على كل مسلم يريد أن يكون على إسلام رسول الله أن يدقق النظر فيها وأن يتدبر فيها فعن أية سنة هؤلاء يتحدثون حينما يقارنون بين سنة النبي وسنة أبي بكر وعمار عن أية سنة هذه التي يتحدثون عنها فهم كذبوا في حديث الثقلين كتاب الله وسنة وكذبوا في هذا الحديث فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين إذا كانوا يقصدون بالخلفاء المهديين الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وهم يقصدون هذا أما إذا كانت الأحاديث تشير إلى أولي الأمر الحقيقيين فإن سنة هؤلاء هي سنة رسول الله وإن سنة رسول الله هي سنة هؤلاء أعتقد أن الأمور باتت واضحة وجلية وصريحة إلى هنا حدثتكم عن أربعة أنواع من التحريف الذي تعرض له حديث الثقلين في أجواء المدرسة السنية السقيفية من أتباع السقيفة بني ساعد تحريف العنوان هذا أولا حرف قلوب عوام السنة عن هذا الحديث وإهامهم بأن الحديث شيعي رافضي صياغة أحاديث مكذوبة من أن النبي أرجع الأمة إلى القرآن فقط حذف تعبير وعترة وتزوير ذلك بتعبير وسنة وبينت لكم من أن هذه الأحاديث تتعارض مع منطق القرآن بدرجة مئة بالمئة ترجمة ترجمة